شكرا لمشاهدتك ترندنج. سنسعد باشتراكك بالقناة. ومشاركتك لقصصنا. وإعجابك بها. وتعليقك عليها. أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى ترندنج. قصتنا الأولى عن نادي برشلونة. حيث بعد أن سحق النادي سحقا من طرف بارن الميونخ. وبنتيجة ثمانة أهداف كاملة مقابل أهدافين. توقع الكثيرون أن أقل ما يمكنه أن تفعله إدارة النادي هي إقالة أو طرد المدرب. وبالفعل هذا ما حدث وبشكل مفاجئ. حيث لم تمر ثلاثة أيام من الفضيحة أو الكارثة. كما وصفت كثيرا. والتي أدت إلى خروج برشلونة من ربع نهائي دور أبطال أوروبا لكرة القدم. حتى جاء هذا التصريح بإقالة المدرب كيكي ستيان. قرر مجلس الإدارة أن يقف كيكي ستيان من منصبه مدربا فنيا للفريق. هذا قرار ضمن حزمة من القرارات الأخرى لإعادة تنظيم واسعة وعميقة لفريق برشلونة. والتي سوف ننفذها جنبا إلى جنب مع الأمانة الفنية الحالية للفريق. وأيضا مع المدرب الجديد الذي سنعلن عن اسمه خلال أيام. التقارير تشير إلى أن إيريك أبيدال السكرتير الفني للفريق هو من سعى منذ الهزيمة إلى إقالة تيستيان وبأسرع وقته. ونفذها مدير المدراء جوسيب ماريا بورتوميو. كيكي ستيان لن يجلس على المقاعد في ملعب كامب نوم مجددا. الاجتماع تم أمس في الملعب. بينما تلقى هو نبأ إقالته عندما كان يتناول وجبة طعامل في ماكدونالد قريب من المكان. انتهت مسيرته في تدريب برشلونة في شهرها السابع. حيث قاد الفريق في 25 مباراة. وخسر خلالها الدول الإسباني أمام ريال مدريد. وبعدها كأس الكؤوس الأوروبية أمام البارن. وكان عين بداية العام خلف المدرب أرنستو بالبارد. الكل تابع المباراة ضد بارن ميونيخ الألماني. ونتيجتها المدوية. الخسارة في هذه المباراة وصفت بالتاريخية على نطاق واسع. زازعت نادي برشلونة. الذي يعد من أفضل فرق كرة القدم في العالم. موسم الفريق هذا أيضا عطيب الأسوأ على الإطلاق منذ عام 2007. إذ لم يحصل على أي لقب من الألقاب. وفوق ذلك جاءت الهزيمة بنتيجة ثقيلة جدا. يمكن أن تهز نفسية النجوم فيه. خاصة اللاعب الكبير يونال ميسي. وعلى ذكر النجم ميسي. فالعلاقة بينه وبين المدرب كيكيستيان لم تكن على ما يرى. طالما اشتكى من عزلته وعدم رضاه عن غياب التخطيط المحكم. وأيضا رفضه لإدارة جوزيب بورتميو للنادي. الآن وبعد الهزيمة المدوية. قال التقارير أنه يفكر في الرحيل وبشكل فوري. ها هو بورتميو. وهو يدخل أمس مقر النادي بملعب كام نو. قبيل اجتماع طرد خلاله استيان من منصبه. عدد من الشخصات طالبت بفعل كل ما يمكن أن يفعل. من أجل الحفاظ على بقاء ميسي. خاصة ونحن على أبواب موسم التحولات وصفقات شراء اللاعبين ونجوم كرة القدم. كيف علق أنصار برشلونة على خبر الإقالة المفاجئ؟ وكيف سخر منهم الرياليون؟ اخترنا لكم هذه العينة من التغريدات. عبد الناصر يقول رحيل كيكيستيان لا يكفي بعد هذه الفضيحة التاريخية المدوية. الإدارة كلها تستئيل بربط المعلم بداية من الرئيس بارتوميو. بحرم عليكم والله إنها هزيمة القرن. أما نايف يقول نايف صراحة وضع برشلونة ليس بالكارثة التي تتحدث عنها. إنها دفع عناصر تقدر تبني عليها. وميسي موجود أهم خطوة حاليا هو مدرب خارق. له كلمة وقرار على الإدارة وعلى ميسي وما في حد يمشي شيء عليه. أما هنا فارس أبو علوش فيكتب. كيكي مدرب برشلونة صرح أنه 70% من التشكيلة تختارها الإدارة. وكيكيستيان لا يختار إلا بعضا من اللاعبين. بوجهة نظري يجب بيع سوارس بأسرع وقت لأكثر من سبب. ماذا يقول قاسم زيباري؟ قاسم له تدوينة يقول زبائننا الكرام. يقول ساخرة. نود إعلامكم بوجود عرض خاص من نادي برشلونة. اشتري لعبا وحصل على اثنين مجانا. وهذا العرض ساري حتى نفاذ الكمية. الكمية مرفقا بهذه اللوحة للتخفيضات. والمعروفة وهذا طبعا يشير إلى الدرجة التي وصلت إليها حملة أنصار ريال مدريد للسخرية من نادي برشلونة وعشاق مسي. ولكن مباشرة بعد نزول خبر إقالة كيكيستيان أمس ظهرت صور لأحد نجوم الكرة السابقين المعروفين في هولندا وفي العالم أيضا. هذا الرجل ظهر وهو يغادر مطار أمستردام على رأس برشلونة. نتحدث عن هذا اللاعب الذي لعب سابقا في صحوف أفسي برشلونة. وأشارك في أول فوز له بدور أبطال أوروبا في عام 1992. رونالد كومن وهو طبعا مدافع هولندا السابق والمدرب الحالي الفريق الهولندي. لعب في أفسي خرونيغن وبياس آيندوبين وآيكس أمستردام. سيقود كومن نادي برشلونة خلفا لستيان بحسب ما تتكهن الصحافة الإسبانية. التي قالت أن الإعلان عنه بات مسألة وقت فقط. طبعا الرجل الثاني المرشح بقوة لرئاسة برشلونة. نتحدث عن الأرجنتيني موريسيو بوشتينو. وهو المدرب السابق لإسبانيول. وأيضا لساوثامتن وتتنب الإنجليزيين. يدعمه مسؤولون في إدارة الفريقين. لكنه لا يحظى بدعم الدوائر المؤثرة المحيطة بالفريق في الصحافة وجمعيات الأنصار.